والآن مشاهدينا مع زميلة نورا موضيعة هاشتاغ للذكاء الاصطناعي والتي تقدم لنا كل أسبوع الجديد في عالمها أو عالم تقنية الذكية واليوم تتوقف نورا مع خبرين ذكيين من الدنمارك أثاراً دهاشاً بين الكثيرين نتابع ماذا أعدت لنا نورا اليوم أهلاً بكم في هذا الأسبوع دعوني أصحابكم إلى الدنمارك فبينما كانت رئيسة الوزراء ميتة فريدريكسن تلقي خطاباً إلى أعضاء برلمان بلادها بمناسبة انتهاء دور الإنعقاد البرلماني الحالي فجأت المستمعين بأن جزءاً من الخطاب لم تكتبه بنفسها أو يكتبه أي من معاونها فمن كتبه يا تورا؟ ترى من سيكون الزعيم القادم الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي في كتابة خطاباته لنبقى في الدنمارك فهناك سنجد أول كاميرا في العالم بدون عدسات هذا صحيح فبفضل الذكاء الاصطناعي تستطيع كاميرا باراكرافكا صنع صورة للمكان الذي تتواجدون فيه بقليل من المعلومات عن الموقع وتاريخ اليوم والحالة الجوية تعمل هذه الكاميرا ببساطة بتحويل هذه المعلومات إلى نص ثم تحويل هذا النص إلى صورة وحسب مبتكر الكاميرا فإنها تعكس الحالة العامة للموقع ولا تنقل صورة مماثلة تماما لما ترونه بأعينكم يمكنكم تجربة الأمر بأنفسكم عبر الموقع الإلكتروني للكاميرا ترى بماذا ستفاجئنا التقنيات المتطورة أيضا ألقاكم قريبا مع المزيد من الأخبار من عالم التقنيات الذكية ترجمة نانسي قنقر